اعرفتم في الدرس السابق أمثل على تسمية المركبات العضوية واحد كيفية تسمية بعض المركبات العضوية بالاعتماد على صيغتها البنائية ويستعرض درس اليوم المزيد من الصيغ البنائية لمركبات عضوية حتى تتعرف على طريقة تسميتها إليكم هذا المثال انظروا إلى هذا الجزء وحددوا أطول سلسلة كربون متواصلة من خلال عد ذرات الكربون إن هذه السلسلة طويلة جداً فهي تحتوي على 13 ذرة كربون انظروا إلى هذه السلسلة من هذا الطرف لاحظوا من خلال الرسم أنها أيضاً سلسلة طويلة وتحتوي على 13 ذرة كربون وعليه أي سلسلة ستختارون عندما يكون لديكم سلسلتان لكليهما نفس الطول أي أنهما تحتويان على نفس عدد الذرات فإن عليكم اختيار السلسلة التي تتفرع منها سلاسل أكثر أو مجموعات الكيل أكثر فعلى سبيل المثال تتفرع من هذه السلسلة مجموعة واحدة ألا وهي تلك المجموعة الموجودة في الأعلى أما هذه المجموعة التي تبدأ من هذا الطرف فتتفرع منها مجموعتان هذه المجموعة الأولى المبينة باللون الأصفر وهذه المجموعة الثانية المبينة باللون البنفسجي بالتالي هذه السلسلة هي الأفضل حيث تتفرع منها مجموعات بديلة أكثر ابدأوا بترقيم هذه السلسلة عند ذرة الكربون الأقرب إلى المجموعة البديلة هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر بما أن السلسلة الأم باللون البرتقالي تحتوي على ثلاثة عشر ذرة كربون فإن بادئة اسم هذا الجزء هي تريدك وبما أن جميع روابط ذرات الكربون أحادية فهو الكان أي أن اسمه ينتهي باللاحق آن وهذا يعني أن اسم السلسلة الأم هو تريدكان وتتفرع منها مجموعتان تحتوي المجموعة الأولى المبينة باللون الأخضر على ذرة كربون واحدة أي أنها مجموعة ميثيل أما المجموعة الثانية المبينة باللون البنفسجي فتحتوي على ثلاث ذرات كربون وبهذا تكون بادئة اسم المجموعة بروب أي أن اسمها بروبيل لاحظوا أن مجموعة الميثيل تقع عند ذرة الكربون رقم ثلاثة من السلسلة الأم أما مجموعة لبروبيل فتقع عند ذرة الكربون رقم أربعة وعندما ترتبط مجموعة الكيل بالسلسلة الأم نفسها فإن أسماء هذه المجموعات تكتب وثقا للترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية ولا نأخذ بعين الاعتبار المقاطع ثلاثي رباعي وهكذا فمثلا الحرف M يسبق الحرف P أي أن ثلاث ميثيل تأتي قبل أربعة بروبيل وعليه فإن اسم المركب الكامل هو ثلاث ميثيل أربعة بروبيل تريديكان لاحظوا أنه على الرغم من ضرورة استخدام الشرطات لفصل الأرقام عن الكلمات إلا أنه لا يتم الفصل بين اسم المجموعة البديلة عن اسم السلسلة الأم والآن انظروا إلى بنية المركب هذا حددوا أطول سلسلة متواصلة أو أكبر حلقة في هذه البنية وأمامكم خياران والخيار الأول هو هذه السلسلة وتحتوي على سبعة ذرات كربون أما الخيار الثاني فهو الحلقة لاحظوا أن هذه الحلقة مكونة من تسعة ذرات كربون وهذا يعني أن السلسلة الحلقية هي السلسلة الأم في هذا الجزيء وهي موضحة باللون الزهري وبما أن هذه السلسلة الحلقية مكونة من تسع ذرات كربون فإن بادئة اسم الجزيء هي نون وجميع الروابط بين ذرات الكربون أحادية أي أنه ألكان وبهذا ينتهي اسم الجزيء باللاحق آن وبما أن ذرات الكربون هذه ترتبط مع بعضها داخل حلقة فهو ألكان حلقي أي أن اسم هذا الألكان الذي يحتوي على تسع ذرات كربون هو حلق النونان لاحظوا أن هناك عدة مجموعات بديلة تتفرع من سلسلة حلقي النونان انظروا إلى هذه السلسلة والتي تحدثنا عنها قبل قليل لاحظوا أنها تحتوي على سبعة ذرات كربون وعليه فإن هذه مجموعة هبتيل أما هذه السلسلة فلاحظوا أنها تحتوي على ثلاث ذرات كربون أي أنها مجموعة بروبيل بينما تحتوي هذه السلسلة على أربع ذرات كربون أي أنها مجموعة بيوتيل ولكن هذه المجموعة ليست مجموعة بيوتيل فقط لاحظوا أن ذرة الكربون الموجودة في هذه المجموعة والمرتبطة بشكل مباشر مع السلسلة الحلقية الأم تتفرع منها ثلاث ذرات كربون أخرى وعليه فإن الإسم الشائع لهذه المجموعة هو ثالثي بيوتيل ما هو ترتيب أسماء هذه المجموعات المختلفة المرتبطة بالسلسلة الحلقية الأم؟ كما تعلمون أنه لو كانت ترتبط بالسلسلة الحلقية الأم مجموعة بديلة واحدة لما كنتم بحاجة لتحديد ترتيب الأسماء ولكن لاحظوا أن لديكم أكثر من مجموعة واحدة بالتالي رتبوا أسماء هذه المجموعات وفقاً للأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية لديكم H من هبتيل وP من بروبيل ولديكم أيضاً B من ثالثي بيوتيل وكما تعلمون أنه لو كان لديكم ثاني بيوتيل أو ثالثي بيوتيل فإن عليكم تجاهل البادئات ثاني أو ثالثي وفي هذه الحالة تجاهلوا البادئة ثالثي وبما أن الحرف B يأتي قبل الحرف P والحرف H فإن مجموعة الثلاثي لبيوتيل هي المجموعة رقم واحد حددوا اتجاه ترقيم ذرات الكربون عند تحديد اتجاه الترقيم لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أول سلسلة فرعية أي أن الترقيم يجب أن يبدأ من عند ذرة الكربون الأقرب إلى المجموعة البديلة بالتالي فإن الترقيم سيكون بهذا الاتجاه لأنه الأقرب إلى مجموعة البروبيل وسيكون الترقيم على هذا النحو واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة إن اسم المركب يبدأ بأول سلسلة فرعية وفقاً للترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية أي ثالثي بيوتيل أما السلسلة الفرعية الثانية فهي مجموعة الهبتيل لأن الحرف H يسبق الحرف P وعليه اكتبوا خمسة هبتيل ويليها بعد ذلك مجموعة البروبيل بالتالي أكتبوا اثنان بروبيل وأخيراً أكتبوا حلقي النونان أي أن اسم المركب الكامل هو ثالثي بيوتيل واحد ثالثي بيوتيل خمسة هبتيل اثنان بروبيل حلقي النونان وبهذا نصل إلى ختام الدرس